استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وقدر لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الإماراتي في جولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة وفي ختم الزيارة ودع الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد من مطار العالمين استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وذكرت الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول التعاون بين الوزارتين في عدد من الموضوعات وعلى رأسها الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ وسبل التعامل معه بالإضافة إلى تنصيق الجهود بشأن محددات الموقف المصري في المحافل الدولية ذات الصلة هذا وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تهنئته لوزيرة البيئة على اختيارها من قبل رئاسة أذربيجان لمؤتمر كوب 29 لتيسير المشاورات حول موضوع التمويل والهدف الكمي العالمي للتمويل أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابل من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان وقال الحزب في بيان إنه قام بإطلاق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة ميتسوفا وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وردا على اعتداء إسرائيل على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو إن إسرائيل في مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريو سواء دفاعي أو هجومي وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر وأضف نيتنياهو أن أي اعتداء على بلاده سيترتب عليه ثمن باهظ وأنه سيتم الرد على أي هجوم على إسرائيل قالت رئاسة التركية في بيان لها أن الرئيس رجب طيب أردغان أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيا أن إسرائيل تحاول توسيع نطاق حرب غزة وأضافت الرئاسة التركية أن أردغان أخبر بايدن أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في كل خطوة وأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي أثار خيبة أمل شديدة في تركيا والعالم قالت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لرئيس السابق دونالد ترامب أنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو الماضي مما يجعل إجمالي النقد لديها يصل إلى 327 مليون دولار في نهاية الشهر وقالت حملة ترامب أنها جمعت حوالي 331 مليون دولار في الربع الثاني من العام متجاوزة 264 مليون دولار التي جمعتها حملة المرشح الديموقراطي بايدن خلال نفس الفترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر